منا بيروت تنضم إلينا بولا أسطيح الكاتبة الصحفية سيدة بولا يعني تعقيبك على هذا الترجيح من قبل الداخلية اللبنانية بمسؤولية الموساد عن اغتيال محمد سرور نعم بما يتعلق بهذه القضية بات واضحا يعني أن كل المؤشرات تشير إلى أن الموساد قد يكون متورط بهذه العملية نظرا للحرفية التي تمت بها نظرا إلى المبالغ الكبيرة التي دفعت يحكى عن دفع 50 ألف دولار إيجار للفيلا التي تم قتل محمد سرور بها يعني يبدو واضحا أن إسرائيل تركز اليوم في لبنان بغض النظر عن العمل العسكري الذي تواصله على العمل الأمني والاستخباراتي أولويات في لبنان اليوم ملاحقة قيادات حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله وبالتالي هي إما تطالهم من خلال مسيارات تقصف السيارات خلال تواجدهم فيها أو يعني اليوم مثل هذه العملية هي فريدة من نوعها هي أول مرة يعني تحصل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم استدرجت محمد سرور الذي هو مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية باعتباره يسهل نقل الأموال بين إيران وحماس استدرجته يعني من خلال الموساد وقتلته بعد يعني ما يحكى أيضا عن أنها تمكنت من سحب معلومات منه كيف تحصل عملية نقل الأموال بين إيران وحماس وغيرها من الطرق التي يتم اعتمادة لتمويل سواء حزب الله أو حماس وبالتالي يعني هذه العملية تكشف مدى خرق الموساد للبنان وللبنانيين وهي على ما يبدو أيضا أن إسرائيل أرادت أن تكون واضحة المسألة أن الموساد من نفذ هذه العملية كي توجه رسائل لكل من يعمل بهذا الملف بملف نقل الأموال الذي هو أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعني قطع شريان الأموال كيف تصل الأموال إلى حماس هذا أولوية بالنسبة للدولتين وبالتالي أريد إيصار رسالة أنه سيكون مصير أي شخص متورد في هكذا عمليات كمصير محمد سرور الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن استعداداته على أكثر من جبهة هناك تصريحات حول تمام الاستعدادات في الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية بالإضافة على نفس الوتيرة وبالتزامن مع الاستعدادات لإجتياح رفح تعقيبك على ذلك يعني إلى أي مدى جهزية القوات الإسرائيلية لخوض هتين الجبهة نعم الأولوية اليوم بالنسبة لإسرائيل هي الرد على العملية الإيرانية النوعية التي نفذت السبت الماضي هذه هي الأولوية كل البحث اليوم يحصل في شكل هذا الرد مكانه توقيته حجمه وبالتالي اليوم لأن الرد الإسرائيلي متى قرر و متى نفذ هو الذي سيفتح المنطقة إما يفتح باب الانفجار انفجار المنطقة باعتبار إذا كان الرد كبير سيستدعي ردا إيرانيا كبيرا وبالتالي تشتعل المنطقة يعني أصبحنا في رد ورد مقابل وبالتالي هذه حرب تندلع الحرب المباشرة الإسرائيلية الإيرانية وقد يعني تنجر واشنطن أيضا إلى هذه المواجهة وبالتالي نكون في صدد انفجار المنطقة ككل أو نكون يعني إذا كان الرد محدود إذا لم يحصل دقل الأراضي الإيرانية ولكن خارج الأراضي الإيرانية طالما صالح إيرانية يعني سيكون أيضا هناك رد إيراني ولكن عندها تكون الأمور محدودة أكثر وبالتالي نكون في صدد انفراج يعني نقول قد وصلنا إلى البيك بموضوع الحدة في القتال وفي المواجهات بين إيران وإسرائيل وبالتالي نكون سلكنا خطوة أولى باتجاه التسوية صحيح أن التسوية ليست قريبة لن تحصل في أسابيع وحتى ليس في أشهر ولكن نكون تخطينا مرحلة الانفجار وبالتالي اليوم إسرائيل مسألة رفح اشتياح رفح هذا محسوم أيضا بالنسبة لها هي ستشتاح رفح ولكن ليس اليوم ليس قبل أن ترد على العملية الإيرانية وترى أما حجم الرد الإيراني وكيف سيتبلور المشهد في المنطقة أما بما يتعلق بجبهة الجنوب اللبناني فرغم كل التهديدات ورغم الاستعدادات لا يبدو أن هناك قرار إسرائيلي باشتياح لبنان أو بتوسعة الجبهات هناك خط أحمر أمريكي على هذا الموضوع أبلغت واشنطن إسرائيل بأن اشتياح لبنان وتوسعة الجبهات مرفوض كليا كذلك الدول الأوروبية الخشية هي على مصالح هذه الدول اليوم هناك حوالي مليوني نازح سوري في حال توسعت الجبهات في لبنان وكانت حرب كبرى فكل هؤلاء سينتقلون إلى أوروبا وبالتالي هذا تهديد مباشر للمصالح الأوروبية ترفض هذه الدول ولذلك تم ممارسة كل الضغوط على نتنياهو لتجنب ذلك ولكن هناك غطاء أمريكي واضح لإسرائيل أنها تغطي ما تقوم به من عمليات أمنية استخباراتية داخل لبنان أي أنها تغطي وتدعم وتمد يمكن إسرائيل بالمعلومات اللازمة لاستهداف قيادي حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله أينما وجدوا وبالتالي عمليات الاختيال التي تنفس طبعا تغطيها أمريكا وتدعمها باعتبار أنها تجعلها تتفادأ المواجهة الكبرى وعلى ما يبدو إسرائيل ترى أن لها مصلحة اليوم في ذلك هي تحد من خسائرها العسكرية في حال واصلت هذا العمل ولكن حزب الله بالآمس وجه أيضا بدوره رسالة حاسمة لإسرائيل قال لها استهداف القياديين والمسؤولين الميدانيين من خلال عمليات اختيال تنفذها المسيرات الانتحارية هذا لن يمر بعد اليوم مرور الكرام وبالتالي أنا أيضا أستطيع أن أصل إلى جنودك وأن أوقعهم بين قتلى وجرحة وهذا ما حصل في يوم أمس وبالتالي اليوم هناك قواعد جديدة يفرضها حزب الله في هذا المجال سنرى إذا ما كانت إسرائيل ستواصل تكثيف عملياتها الأمنية أم أنها ستأخذ بعين الاعتبار الرسالة التي يفترض أن تكون قد وصلتها من حزب الله ومدى جهزية حزب الله أيضا لخوض هذه المعركة هو جزء لا ينبغي تجاهله نعم لا شك أيضا أن حزب الله اليوم يستند من خلال هذه المعركة يعني اعتقد أنها قد تدوم شهر شهرين ثلاثة اليوم المعركة باتت طويلة ولا أفق يبدو لانتهاء الحرب قريبا ليس أقله قبل نهاية العام وبالتالي كما يؤكد حزب الله هو مستعد على أتم جهوزية للحرب في حال قررت إسرائيل توسعتها ولكنه يدرك أن الخسائر ستكون كبيرة جدا وهو لن يكون قادر على تحمل تبعاتها لذلك هو أصلا لو كان يستطيع ذلك لكان انجر إلى الحرب منذ فترة طويلة باعتبار إسرائيل حاولت استدراجه أكثر من مرة إلى هذه الحرب من خلال استفزازه بأكثر من وسيلة وطريقة ولكن لا يزال الحزب ومن خلفه طهران يمارسون ما يقال عنه الصبر الاستراتيجي لاعتبارهم اليوم أن الإنجرار إلى الحرب الكبرى سيعني أعطاء إسرائيل ما تريده إسرائيل تريد اليوم هذه الحرب إسرائيل تريد جر واشنطن إلى هذه الحرب وإشعال المنطقة وبالتحديد نتانياهو من يريد ذلك لأنه لا مصدح اليوم له بهدى وبوقف الحرب وتكون النتائج على ما هي عليه لأنها ستكون بمثابة خسائر مدوية له على كل الجبهات ولذلك اليوم الحزب لا يزال يتروى وإن كان مستعد لكل السيناريوهات حتى هذا التروي لا يمكن النظر إليه إلا في سياق مدى ارتباطه من عدمه بما يحدث على الجبهة الإيرانية باعتبار أن هذه هي امتداد لاستراتيجية طهران في الحرب بالوكالة صحيح يعني ما حصل نهار السبت أنها مرحلة يعني منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم مرحلة كانت إيران تقاتل بها من خلال وكلائها وحلفائها في المنطقة أدخلت أو انجرت إيران تم جرها من قبل الإسرائيلي إلى حلبة الصراع اليوم من خلال العملية التي نفذتها وكانت مجبرة أن ترد شخصيا على هذه المحصلة يعني من ضرب الكنسولية لأن ضرب الكنسولية يعني ضرب أراضي إيرانية وبالتالي لحفظ ماء الوجه ولكي ترسخ معادلة ردع كانت مضطرة إلى أن تخوض بنفسها الرد على إسرائيل وبالتالي اليوم حقيقة انتقلنا من مرحلة يعني كان هناك صراع بين إسرائيل وحماس صراع بين إسرائيل وحزب الله اليوم الصراع الأساسي عادة يعني ليأخذ دوره وهو الصراع الإسرائيلي الإيراني وأيضا من خلفه الأمريكي الإيراني الأمور أصبحت بهذا الحجم يعني المعركة مع حزب الله المعركة مع حماس لم تعص أصبحت معارك هامشية أمام المعركة الكبرى مع إيران مباشرة وبالتالي الأسبوع المقبل قد يكون حاسما باعتبار أن إسرائيل قد ترد خلال هذا الأسبوع على العملية الإيرانية التي نفذت السبت وعلى ضوء ذلك سيتبين ما إذا كانت إيران ستنخرط في الحرب أكثر فأكثر وتكون حرب كبيرة في المنطقة أم أنه سيتم استيعاب كل ذلك ضغوط أمريكية قص وتمارس اليوم على إسرائيل لعدم الوصول إلى هنا كذلك ضغوط أوروبية يعني يحاولون القول لإسرائيل سنفرض عقوبات إضافية على طهران سنستصدر قرار في مجلس الأمن يعني كل ما يمكن فعله ديبلوماسيا يحاولون فعله لردع نتنياهو وردع إسرائيل ويكون الرد رمزي استعراضي فقط لحفظ ماء واجه إسرائيل ولكن الخشية أن يقدم نتنياهو على مغامرة كبيرة جديدة تضع المنطقة كلها في المجهول